الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شروف أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذلوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله سبحانه يصطفي من خلقه ما يشاء ويتصرف فيه بما يريد ليتبين بذلك كمال حكمته وتمام إحسانه على العبيد جعل عدة الشهور عنده إثنى عشر شهر المحرم وصفر والربيعين والجمادين ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ونوع سبحانه وتعالى فيها المواسم نوع فيها مواسم الخيرات وأنواع البركات فجعل من هذه الشهور أربعة حرما وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرما فهذه الأربعة الحرم يضاعف فيها لعامل الخير والأجر والثواب ويعظم على من بغى ويعظم على من بغى سبحانه وتعالى وطغى فيها العقاب we mentioned brothers and sisters to fear Allah subhanahu wa ta'ala and to acknowledge and realize that Allah subhanahu wa ta'ala makes seasons blesses this nation with seasons seasons of forgiveness seasons of blessing in which these seasons are different than the rest of the year we mentioned Allah subhanahu wa ta'ala shows his wisdom and his favor upon his servants by doing so Allah subhanahu wa ta'ala has made throughout the whole year twelve months and from these twelve months there are seasons of barakah in which he showers his servants with mercy and forgiveness these seasons of blessings four of these months are sacred months the month of Dhul-Qi'dah the month of Dhul-Hijjah the month of Muharram and this month the month of Rajah in these months Allah subhanahu wa ta'ala multiplies the reward for his servants those who do righteous good deeds as for those as for those who fall short or fall into sin they are multiplied in sin as well أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في شهركم هذا واحرصوا على كثرة الحسنات وجاهدوا أنفسكم على ترك المعاصر والخطيئات فالشيطان قد قاعد لابن آدم كل مرصد وأقسم لا يأتين العباد من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ليصدهم عن دين الله تبارك وتعالى ويوقعهم فيما فيه هلاكهم وشقاؤهم والله تبارك وتعالى ذكر لنا أن الشيطان يجري من ابن آدم نجرى الدم وأنه يوقعه في الذنوب والمعاصي ثم يندمه حتى لا ينفع الندم قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعين we mentioned brothers and sisters to fear Allah subhanahu wa ta'ala in this month and to rush and hasten in doing righteous good deeds doing deeds that multiply our reward and to stay away from what this pleases Allah subhanahu wa ta'ala and falling into sayyiaat and a reminder for myself and for the brothers that the shaytan as Allah ta'ala mentioned in the Quran in many ayat has vowed and swore by Allah subhanahu wa ta'ala that he will do his best to take as much as he can to the hellfire from the believers with him and that he will come in front of them before them their right sides their left sides even from behind them doing everything he can to lead the people astray to lead the people astray and to make them fall to make them fall into sayyiaat and he subhanahu wa ta'ala mentioned to us as well that the shaytan his goal is to make you fall into sins and make you regret on the day when it will be too late as Allah mentioned subhanahu wa ta'ala and then Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates O mankind verily the promise of Allah is true so let not this present life deceive you and let not the chief deceiver the shaytan deceive you about Allah surely the shaytan is an enemy to you so take him as an enemy he only invites his followers that they may become the dwellers of the blazing fire ayyuhal muwahidun wa'alamu anna kayda shaytani da'ifa لا يقاوم الحق اذا استعان العبد بربه واخلص المية له واجتنب الظلم والمعاصي خصوصا في الأشهر الحرم قال ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المبتقين we mentioned brothers and sisters that the power of the shaytan is weak and he cannot go against the true believers who seek their assistance from Allah subhanahu wa ta'ala and who are sincere in their intentions for him subhanahu wa ta'ala and I reminded I reminded myself and my brothers to stay away from oppressing yourselves staying away from oppressing yourselves by falling into sin and the ma'asi Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates barely the number of months with Allah subhanahu wa ta'ala is 12 months in a year so it was ordained by Allah on the day when he created the heavens and the earth of them for our sacred that is the right religion so wrong not yourselves therein and fight against the mushrikeen collectively as they fight against you collectively but know that Allah subhanahu wa ta'ala is with those who are pious ayyoha الموحدون ويتعلق بهذا الشهر العظيم شهر رجب أحكاما وأمورا يجب التنبيه عليها فمن ذلك ما ذكر الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال ومن أحكام رجب ما ورد فيه ما ورد فيه الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فض صلاة الرغائم في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن من ذكر ذلك من أعيال العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن السمعاني وابن الجوزي وغيرهم وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت هذه بعد الأربعين أيها القرن الخادس الهجري فلذلك لم يعرف المتقدمون ولم يتكلموا فيها إن تأكلامه رحمه الله تعالى We mentioned brothers and sisters since we are talking about the month of Rajab there are a few matters that we have to point out and to mention from that is what الحافظ الإمام إذن رجل الحنبلي رحمه الله تعالى He said from the rulings and the matters of the month of Rajab there were some ahadith mentioned about specific salah zakah siyam and اعتماع in the month of Rajab He said as for the salah there is no specific salah for the month of Rajab there is no specific or exclusive salah mentioned in any authentic hadith in the month of Rajab He said as for the ahadith that are narrated about the so called salah he said in the first Jumu'ah of the month of Rajab He said this is a lie and this is something that is lied on the behalf of the Prophet and all of these ahadith are falsicated and fabricated He said this salah is an innovation and a newly invented manner in all of the four madha He said and from the ulamاء who mentioned this as he mentioned Abu Ismail Ansari Abu Bakr Sab'ani and Ibn Al-Jawzi and he said many more and then he said the first from the predecessors did not mention it because this salah was invented in the 5th century you will not find these statements of some of the sahaba or the tabi'oon or the four imams of the madha because this salah was invented in the 5th in the 5th century ثم قال رحمه الله تعالى وأما الصيام فلم يصح في صوم رجب يوم بخصوصه يوم أو شيء عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وهو عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كيه أن يكون صيامه سنة قال ابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى ويكره إفراج رجب بالصوم قال الإمام أحمد رحمه الله وإن صامه رجل أغفر فيه يوما أو أيام بقدر ما لا يصومه كله وقال ابن رجب رحمه الله تعالى قال عمر رضي الله عنه إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى أهله يتهيئون لصوم رجب كاملا فقال لهم أجعلتم رجبا كرمضان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كنهه وقال صوموا منه وأفطروا وعن ابن عباس نحوه لكن حتى نفهم أيها الأفاضل من كان له الصيام عادي معتاد يصوم الثنين والخميس يصوم ثلاث أيام من كل شهر يصوم الثلاث أو يصوم الأشبوع الأخير منه أو آخر عشر أيام هذا كله مثبت عن الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أخوالهم رضي الله عنهم أجمعين We said when it comes to the fasting there is no specific fasting in the month of Ramadan nothing narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم or his companions we mentioned the statement of Umar رضي الله عنه he disliked fasting Ramadan and disliked fasting and taking it as a norm and he said that in the pre-Islamic period of ignorance of Jahidiya the Arab used to glorify and magnify Rajab and used to fast in it but when Islam came all of that was abandoned and we mentioned the statement of Abu Bakr may Allah be pleased with him whenever he would see some of his family prepare for fasting Rajab and fasting all of it he would tell them have you made Rajab just like Ramadan and Ibn عمر رضي الله عنه this is the fasting of all of Rajab as was of Imam Ahmed and Ibn Qudamah al-Nakdisi may Allah have you received from Haan Ibn 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 المؤمنين عائشة فعله وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا ونقل ابن سيرين إمام التابعين رحمه الله تعالى عن السلف أنهم كانوا يفعلون فالعمرة في رمضان مستحبة جدا في رجب نعم العمرة في رجب مستحبة جدا ومن الضلالات التي تكون في رجب أيضا ما تسمى بالعتيرة وهي ذبح ذبيحة يسمونها العتيرة وكان أهل الجائلية يفعلونهم يذبحونها تقربا تقربا للأصنام وجاء الإسلام وجاء الإسلام فنهى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة في الإسلام أخرجه الإمام أحمد وصححه الإمام الألبان رحمة الله تعالى عن الجميع نقول كما يتعلق عمر في رجب يتعلق من العمرة من العمرة في رجب عمر سنه ابن عمر عبد الله and the mother of believers عائشة may الله تعالى be pleased with all of them and we mentioned the statement of Ibn Sireen one of the greatest تابعين رحمة الله he said the righteous predecessors used to like performing عمر in the month of Rajab we said from the things that are done even nowadays is what is called some people slaughter some people slaughter an animal or one of the camel during this month this was something that was done by the Arab in the previous in the pre-Islamic period of ignorance and Islam came and forbade it they used to seek nearness to their idols we mentioned the hadith in which the Prophet said there is no in Islam the hadith collected by Imam Ahmed and authenticated by Imam May Allah have mercy upon them all I ask Allah تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجونه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إن ربي غفور رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على عبده الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها أحبا قال ابن رجب رحمه الله وقد رؤي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيم ولم يصح منها شيء فرؤي أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في السابع والعشرون منه وقيل في الخامس والعشرون ولا يصح ذلك منه قال وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد إسراء بن نبي صلى الله عليه وسلم كان في السابع والعشرين من رجب وأنكر ذلك الإمام إبراهيم الحربي وغيره رحمهم الله تعالى قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في فتح الباني قال إن الخلافة في تحديد وقته أي وقت إسراء والمعراج يزيد على عشرة أقوال منها أنه وقع في رمضان أو في شوال أو في رجب أو في ربيع الأول آخر انتهى كلامه رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن ثينية رحمه الله إن ليلة الإسراء والمعراج لم يقم دليل شرعي معلوم على تحديد شهرها أو عشرها يعني العشر الأول منها التي وقعت فيها أو عينها يعني نفس الليلة انتهى كلامه رحمه الله تعالى قلت فالخلاف في تحديد شهرها كبير ناهيك عن تحديد ليلتها وإن كان أظهر الأقوال في أن الإسراء والمعراج حدثت في ربيع الأول وقد ادعى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك يعني أن العلماء متفقون على أنها كانت في ربيع الأول إلا أنه مختلف فيه كما ذكرنا والله تعالى أعلى وأعلم we mentioned we mentioned brothers and sisters Ibn Rajab bin Hanbal رحمه الله تعالى said that there are many things that people claim happen many great events happen in the month of Rajab and all of these have no authentic narration and are very weak and have rather fabricated from the things that were mentioned that he was born صلى الله عليه وسلم in the first night of Rajab and that he was given prophecy on the 27th or the 25th from it and all of this is not authentic and it was mentioned in a very fabricated chain of narration that the journey of Isra and Mi'raj happened on the 27th night of Rajab and this has been voided by Imam Ibrahim al-Harb رحمه الله تعالى as we know Isra and Mi'raj is mentioned in the Quran but what year what day that's what we are not sure of we mentioned the kalam of Ibn Hajj and he said that there is a great disagreement and he mentioned more than 10 different opinions he said some of the alama mentioned that it was in Ramadan some of them mentioned in Shawad Rabi' al-Awwal Rabi' al-Akhar and then we mentioned the statement of Shaykh al-Islam ibn Taymi rahimahullah he said that the night of this journey Maylatul Isra and Mi'raj there is no clear or authentic proof nor evidence that it happened in a specific month or in a specific specific night and then I mentioned that from this it shows the great disagreement between the ulama in which month it happened in let alone which night and we said that the closest opinion and Allah knows best is that it happened in the third month the month of Rabi' the month of Rabi' al-Awwal and we mentioned that Ibn Hazm Ibn Hazm al-Dhairi rahimahullah ta'ala said that the ulama have consensus that it happened in this month Rabi' al-Awwal but as we mentioned previously that there is a great disagreement between between and Ibn Hazm and Ibn Hazm and Ibn Hazm and Ibn Hazm we mentioned brothers and sisters that upon what we have mentioned it is not permissible to make any celebrations on the 27th night of this month or the first Friday this Friday this day any celebrations or any specific ibadat in the rasajid or at home because there is no proof and no evidence for this we mentioned the statement of Ibn Umar may Allah ta'ala be pleased with both of them he said that every innovation is a misguidance even if people saw it to be good and we mentioned the statement of Hudayf that he said radiallahu anhu every act of worship the companions of the messenger did not perform it then do not perform it because that generation did not leave any ibadah behind they did not leave anything any ibadah except that they have guided us to it we ask Allah ta'ala to accept from us all that's Allah ta'ala bi mannihi wa karamihi wujudihi wa ihsani an yirzukhana l'ikhlasa fin qawli wal amal wa'an yorofiqna jeniyan lima yuhib wa yorza wa'an yajعل ما نقوله حجة لنا ولا حجة لنا لا علينا صلى الله وسلم الله ونعم العقلي ورسول